بجد التحية ليكم مرة تانية لسه مستمرين طبعا ولقاءتنا من داخل الحدث الكبير العظيم طبعا يعني من داخل أرض النادي الأهلي بالشيخ زايد لوضع حجر الأساس لأستاذ النادي الأهلي ويسعدني دلوقتي يكون معايا طبعا دكتور محمد راج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عشان نتكلم معايا أكتر كمان عن تصميمات استاذ النادي الأهلي يعني دكتور محمد براحب بيك في البداية على شاشة قناة النادي الأهلي ببارك لك طبعا يعني حدث كبير جدا ويعني كل الناس كانت مستنياه حلم كل الناس طال انتظاره والحمد لله دلوقتي بيتحقق الحمد لله طبعا ربنا كريم هو حلم كبير كان من سنين زي ما كابتن محمود الخطيب قال كان كل جمهور النادي الأهلي الجمهور واللعيبة وكل من ينتمي للنادي الأهلي كان بيحلم اليوم ده والحمد لله احنا مع المجلس يعني قدرنا ان احنا خلال السنوات اللي فاتت نسعى بكل الطرق ان احنا نحاول نحقق الاهم يعني حاجة في الموضوع او العنق الزجاجة اللي كانت موجودة في الموضوع الاستاذ هو الموافقات والارتفاعات فده كان المفتاح اللي هو ان شاء الله باذن الله يعني هيفتح لنا ابواب كتيرة جدا هتكون اسهل كتير من الخطوة الحالية مهانس محمد عايزة اسألك اكتر يعني يعني يمكن كمان كابتن الخطيب تكلم عن الاستعانة بخبرات عالمية كمان لا يعني استكمال المشوار وبناء الاستاذ فعايزة اعرف منك اكتر التصميمات ايه اللي ممكن نشوفه في استاذ النادي الأهلي بيتميز عن بقية الاستاذات لا طبعا النادي الأهلي الحمد لله زي ما كابتن محمود قال النادي الأهلي اسمه بيشد طبعا الناس كتير جدا بالنسبة لموضوع التمويل والاستثمار وهكذا ونفس القصة بالنسبة لموضوع التصميم هوية النادي الأهلي اكيد اكيد ليها هوية مختلفة تقدر ان هي تضغى على موضوع التصميم يعني احنا الحمد لله عندنا من الهوية ومن التاريخ ومن العراقة ان ده يساعد جدا في ان احنا نعمل تصميم مختلف يميز النادي الأهلي عن اي نادي اخر وعندنا الحمد لله يعني من اكبر واعلى الشركات من خلال الفترة اللي فاتت زي ما كابتن قال التلسين فات كنا شغالين برضو في الملف وجهزنا يعني التصورات كويسة لكن الافضل زي ما كابتن قال هيكون في استشاري عالمي من بينهم هو الافضل هو اللي هيتولى امر التصميمات النهائية لان زي ما احنا عارفين احنا لازم عشان نعمل تصميم لازم نعمله على اسس يعني على معالم موجودة وديمينشنز محددة للأرض وارتفاعات محددة للأرض فده كله كلست خلصان من كم يوم اللي فاتوا فاحنا بالتالي بنقدر نروح بالملف ده الاستشاري اللي احنا بنختاره ويقدر ان هو يشتغل على التصميمات باذن لك جديد عايز نروح معاك كمان لجهود الدولة يمكن كل الممثلي الدولة النهاردة ووزارة الشباب رياضة ووزارة الاسكان كل الناس كانت موجودة النهاردة لدعم يعني واحدة من اكبر مؤسسات الدولة الرياضية وهو النادي الاهلي ده بيمثل ايه للقائمين على النادي الاهلي وكمان لجمهور النادي الاهلي لا طبعا يعني اكيد اكيد يعني احنا بنشكر الدولة المصرية بكل مؤسساتها وبكل هيئاتها ان هما بصراحة يعني احنا في الفترة الاخيرة دي حقيقة يعني وبجهد المجلس النهاردة الاهلي وكابتر محمود الخطيب قدرنا ان احنا نوصل لموافقات في كذا حاجة يعني مش الاستاذ بس يعني ممكن الاستاذ ندي الاهلي الجراش طعم دية نصر كان في احلام قديمة كتير ما كانت متعطلة بقالها سنوات وسنوات ولكن الحمد لله الفترة دي فعلا ده اتجاه الدولة انه تدعم الرياضة وان الرياضة تسير بشكل اسرع فبالتالي بقيت الحاجات اللي بقالها 15 و 20 سنة وقفة قدرت ان هي تتحرك دلوقتي الحمد لله فده يعني لو هنشكر عليه حد اكيد هنشكر طبعا كل مؤسس الدولة المصرية مشكورة جدا نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة النادي الاهلي ده طبعا كان حوارنا مع المهانس محمد سراج عضو مجلس ادارة النادي الاهلي اللي كلمنا اكتر عن التصميمات وايه ممكن يميز استاذ النادي الاهلي عن بقية الاستاذات وكمان اتكلم معانا اكتر عن جهود الدولة المفدولة من قبل كل القائمين على الدولة لدعم طبعا يعني النادي الاهلي بشكركم جدا لسه مستمرين معاكم من هذه التغطية العودة لستوديو مرة اخرى